والمحلل السياسي الأستاذ ماهر عبد الجودة مرحبا بك أستاذ ماهر إلى نشرة الظهيرة إلى أين يصير المشهد السياسي في العراق؟ وهل تعتقد أنه بالفعل هناك ثمة انفراجه؟ أهلا وسهلا بكم وتحية لجمهور قناة دجل الكرام يعني الشعب العراقي تعود دائما خصوصا بعد أن تفرض نتاج الانتخابات ندخل بمناكفات وكما تعودنا لو ربما تأخرت مرة من المرات لو ربما حتى جلسة البرنامان سبعة أشهر يبدو هذا الصراع السياسي ربما فيه لو الأذرع ومن يريد أن يفرض نفسه على الساحة العراقية الإطار التنسيقي واضح ما بين الصدر والسيد مسعولي البرزاني والسيد الخنجر وكذلك الحلبوسي واضح المعالم والأهداف ومنهج سياسي جديد تحت عنوان الأغلبية الوطنية يعني من فاز في الانتخابات نبارك له ومن لم يكن له حظ ليذهب إلى المعارضة الوطنية التي تتعامل بسلمية ومهنية وتكون إيجابية ما الضير؟ لماذا يريد الكل أن يكون في قطار الحكومة؟ طيب أستاذ ماهر؟ وهنا لربما السؤال أيضا يفرض نفسه ما الضير في أن يكون الجميع مشترك في الحكومة؟ بنهاية المطاف هناك استحقاقات انتخابية يعني من فاز يجب أن يكون له يد في تقديم الخدمات على الأقل لجمهوره حتى يقنع الجمهور في الدورة المقبلة بأنه قدم شيء لهم سؤال جدا مهم منذ أربع دورات ضاعت المسؤولية كلما تقول لجهة معينة وخصصا الفائزة لماذا أخفقتم؟ لماذا هذا الفساد؟ لماذا هذا الفشل؟ لماذا هذه الخروقات الأمنية؟ يقول لم أتفرد بالقيادة وأتحمل المسؤولية اليوم الكتلة الأكبر تقول تقول نحن من نتحمل المسؤولية حتى الشعب العراقي عندما ننجح يرفع لنا القبعة وعندما نفشل نحاسب على الأقل من خلال الصندوق هل رأيت في كل العالم الكل تكون موالات؟ يا حبيبي هناك حكومتان وهناك جهتان سياسية أن هناك حكومة الفائزة وهناك معارضة من قال هي المعارضة أقل واجبا وأقل وطنية وأقل مسؤولية؟ بل حتى الشعب العراقي يتفاعل ويتأمل أن نؤسس معارضة فعلا لتصحح الأخطاع أقول من خلال دجلة الحكومة وليدة البرلمان يعني عندما تخطأ الحكومة يحاسبها البرلمان لكن عندما يخطأ البرلمان من يحاسبه يا سيدي؟ أليس أن يكون هناك معارضة؟ نعم يتحرك الشارع لربما المنظمات المجتمع المدني وتحاول تحشد الجماهير لكن لا بد من قيادة سياسية لهذه المنظمات ولهذه الجماهير حتى تحاسب الأم كلام جميل أفهم من كلام أخي سيدي أنه على مفوضية الانتخابات على مفوضية الانتخابات في المشهد المقبل أن تهيئ جميع الإجراءات والاستعدادات لدخول ربما بانتخابات مبكرة مرة أخرى لأنه سيكون المشهد حامل وطيس بين الفرقاء أستاذ العزيز كأنك وضعت أصبعك على الجرح نعم لربما في تشرين تكون هذه الحكومة تصريف أعمال ونذهب إلى انتخابات مبكرة لأنه بالنتيجة مصدر قوة التشريع مصدر قوة بناء العملية السياسية هو الشعب العراقي الشعب العراقي غير راضي جيد لربما في ظل تداعيات الخدمات وصعوبة الحياة ليس ببعيد لربما حرارة الصيف تشعل لهيب التظاهرات من جديد النار لا زالت تحت الرماد أي نسبة سياسية تحركها يتفاعل الشارع وينزل إلى الساحات لأنه العملية السياسية لا تتكامل بنجاحها إلا برضاء الشعب العراقي طيب خليني الآن خليني الآن أخذ محور آخر قبل لا أجل محور رئيس الجمهورية قبل لا أجل محور رئيس الجمهورية أجل محور زيارة قاءاني إلى بغداد الرجال يمكن أصلا مراح مراحل إيران خلال الفترة الماضية تعتقد أنه اليوم بالفعل الضغط الخارجي يمارس على السيد الصدر وأنه بالفعل لن يستجيب وأنه بينقوسيا قافل على حكومة الأغلبية الوطنية هذا شنو تداعياته على المشهد العراقي أيضا نحن نعرف كل زيان أنه للخارج يد ويطولى في العراق لأول مرة منذ خمس دورات شخصية فائزة من الكتل السياسية من النجف الأشرف من الحنانة يقول للجارة إيران لا ولن نقبل بالتدخل هذا صريح طيب هو السؤال الأبعد من الذي جعل السيد مقتدى الصدر أن يكون متمسك بالأغلبية الوطنية وهذه تذكر لأول مرة في الإعلام وفي دجلة ثق كان لقاءا بين الصدر ومكتب السستاني قبل أشهر على أن يذهب بهذا المقترح وبهذه النصيحة بدليل لم يتاراجع منذ أربعة أشهر السيد الصدر عن مشروعه الأغلبية الوطنية من يعبر عن رأيه الوطني موجودة المرجعية فلذا زيارة قاءاني بالأنس ولم ترضي الجارة إيران ولم تكن موفقة بالنسبة لهم قال بعد اللقاء واضحة جدا لا شرقية لا غربية حكومة أغلبية وطنية أي ما معناه هو ماضي بالمنهج الذي طرحه هو ماضي بالآلية السياسية الجديدة لربما هذه الخطوة الأولى أغلبية وطنية قد نذهب بعده إلى النضج الديمقراطي وهي الأفضل إلى غيرها كلام جميل لكن أكو سيناريو جديد يعني أنا ما أقوله يطرح وهذا السيناريو يقول للآتي يقول لك السيد الصدر ليس لديه مشكلة مع الإطار التنسيقي بجميع مكوناته وإنما لديه مشكلة وأنا هنا لا أذيع سرا عندما أقول لدى طرف أو اثنين لا أكثر في الإطار التنسيقي أقواهما أو أقواهم هو السيد المالكي خصومه مع السيد المالكي ويقول أغلبية وطنية تريدون يا جماعة من الإطار تجون ويانا فأهلا ومرحبا وإلا فأنا ذاهب إلى أغلبية وطنية هدفها إقصاء شخص أو إقصاء لون معين إذن نحدد كالآتي لماذا الصدر لا يتقبل جزء من الإطار وهو الجزء الأقوى إذن لأنه الشارع السياسي الذي فرض كتلتين الصدر أولى وتأتي من بعده دولة القانون رفض السيد المالكي وبعض من هو قريب عليه لربما أغلقت جميع منافذ الحوار وسيأتي الإطار بعدد أقل وهو الأضعف وليس بالأقوى لكن يقولون الإطار أما نمضي سوية أو نقاطع أو نذهب إلى المعارضة على العموم هي ليست تفتيتا بالعملية الديمقراطية والسياسية هو لا يريد يفتت الإطار ولكن يقول بشكل واضح أنا رجل أريد أن أحمل المسؤولية وأعرف حتى ندعم الدولة طيب هل يعرف الجمهور أنه منذ أول أيام عندما رددوا القسم البرلمان تحركت الكتلة الصدرية على الخدمات هل يعرفون أنه في مدينة الصدر والشعلة وباقي المناطق مدعومة من الصدريين بإزالة تجاوزات من الصعب إزالتها مناطق ومدن وهذه لم تصل للإعلام إذن هم بدأوا بمشروعهم منذ أول يوم بهذا التحرك هو يقول أنا أريد أن تحمل المسؤولية أستاذ ماهر لا يأتيك شخص ويقول لك ما الذي كان يمنعهم في السابق بالنهاية الحكومة عندما تأتي أنت وتقول أريد أن أزيل تجاوزات أزيل خطأ بالتأكيد الناس ستوقفوا إياك بس أعني ما يخالف خليني أجعل إطار التنسيق وأقول أستاذ ماهر الفتح كان قد تحدث عن أنه تربطه بإتلاف دولة القانون شبه الحاج هذا العامري بأنه زواج كاثوليكي تعتقد أن سيد الصدر بمشورة وفتية دينية يستطيع أن ينهي هذا الزواج به السهولة هذا هذا الزواج أبدي حتى الموت أنا لا أعتقد زواج كاثوليكي وإنما زواج متعل هذه بالسياسة نعم بصراحة الإطار ماذا يريدون بالتحديد الإطار ليس بصدد نائب رئيس الجمهورية ولا خمس حقائب بزارية يريدون شراكة في اختيار القرار السياسي يعني شراكة بكل شيء لا يخطو الصدر وكتلته وشركائه إلا ليس فقط العلم لا بالموافقة إذن هو يفهم سيدخل بصراع جديد كبالدورات الأربعة هل نمشي مشروع البنية التحتية أم لا هل نذهب بالقانون أم لا لكن هذه المرة الجيهة التي لديها الغلبة واضحة تستطيع تمرر القوانين والجيهة التي أذهبت إلى المعارضة مواضحة إذا هنا تكون المسؤولية واضحة القادم الجيهة صاحبة يد الطولة أمام الشعب العراقي هي الجيهة صاحبة يد الطولة سياسيا الجيهة صاحبة يد الطولة سياسيا والأكثر تعتقدها التي كان الهدور في قضية اختيار رئيس الجمهورية وتعطيل الجلسة وأنه أكو اتفاقات مع الديمقراطي الكردستاني بأنه تؤجل الأمور حتى إما أن يمشي سيد هوشيار زيباري أو يؤتى بشخصية ثانية من الديمقراطي الكردستاني المشكلة هذه المرة في البيت السياسي الكردي وكأنها مسألة أبعد من ما هو الصراع السيد مشعود البرزاني الرئيس البرزاني ما عنده مشكلة لو استبدل السيد الدكتور برهم صالح ببديل ثاني بالاتحاد الوطني لربما لنذهب ما هو الغاية التي السيد مشعود البرزاني طرح مرشحه أقول أنه مرشحه لربما قد كل الإعلام يقول أنه ذاهب إلى قصر السلام أقول لا الأخوة بالاتحاد الوطني عندما أختير السيد نجرفان برزاني لرئاسة الإقليم لم يدخلوا والتصويت له في برلمان الإقليم ثم المناصب الأخرى كذلك لم يدخلوا ثم آخر ما حصل السياسي الكرد النائب الثاني للبرلمان كذلك لم يدخلوا إذن هو ليس الصراع من أجل الاستحقاق واضح للاتحاد الوطني وهذا في فكر السيد مشعود البرزاني ليس فيه شكال لكن الاعتراض على الآلية والعمل السياسي الذي يسير باتجاه الاتحاد الوطني لكن لكن أستاذ ماهر أستاذ ماهر نحن نتحدث عن تحالف الأقوياء هذه الإعلام يسمي وهذه هم ارتضوا أن تكون تسميتهم هل من المعقول أن هذا التحالف أنا أوقف وإياك وأنت توقف وإياي وتقول لي اذهب أنت وربك فقاتل إلا أنها هنا قاعدون إلى عزي اتفقنا نحن سوى وليش مررنا هيئة الرئاسة وليش قلنا نحن مشروعنا مشروع واحد إذا عفتهم بنص الطريق معناته أنه أنا بإيدي رح أفكك هذا التحالف ويكون أسرع تفكك يعني أنت قصدك ما طرحه السيد الصدر في تغريدته وتجميل نواب الكتلة يزين هذا التكتيك السياسي لربما لم يفككه الكثير وأنا من هنا ستسمع ما لم تسمعه من غيري السيد الصدر كان ذكيا جدا لأنه اختيار السيد زيباري لترشيح رئاسة الجمهورية والرجل عليه جدل وعنده إقالة وهناك مشاكل في المحكمة ويستطيع السيد مسعود البرزاني أن يجد مئة بديل عن السيد الزيباري لأنه السيد الزيباري هناك شكالات تديه في داخل فكان الرجل الصدر في هذه القضية كيف يبدأ في مشروع إصلاح مع رجل عليه جدل فأراد أن يوصل رسالة للسيد مسعود البرزاني وهم تواصلوا خلف الكواليس قال له لماذا تخسر الاتحاد الوطني سبعة عشر مقع ستة عشر ممكن أن ينضمون معك وأجعل المنصر ضمن استعقاقهم واتفقوا على الشخصية التي ممكن يتقبلها حتى الشارع لذا ما تصرف به السيد الصدر هو كان ذكيا جدا وأراد أنطي مساحة متاحة للحوار والمفاوضات والتبدال السيد الزيباري وبدليل عندما بالأنس البرلمان فتح باب الترشيح وكما نص الدستور بعيدا عن الاتفاقات من حق العراقي أن يرشح طالما هو مؤهل لهذه الجهة أعتقد السيد الصدر يلعب سياسة بذكاء ويريد يقوي الإطار ويريد يقول لهم لنذهب بأريحية 220 نائب ثلثيا للحضور الجلسة لاختيار رئيس الجمهورية وحتى لا نحرج وحتى لا أذهب ويضغط عليه بالإطار وأتي مع الإطار وعدنا للمربع الأول إذن هو يريد أن يقوي الإطار أو الأغلبية الوطنية عفو يريد أن يقوي الأغلبية الوطنية وتحصل على الحضور المريح وتضيف لها بعض المقاعد حتى وإن كان في جهة الخصوم وأعتقد يعبر ولا زال الإطار الأغلبية الوطنية والكتل المشتركة المؤتلفة قوية متناسقة واضح الهدف وتريد أن تحضر رئاسة الجمهورية بدون دعم من الإطار التنسيقي حتى لو كان جزءا وليس كلا نعم شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث في شأن السياسي الأستاذ ماهر عبد الجودة على هذا الحوار قناة دجلا تكفل لكم حق الرد راسلون على news at dejla.tv